أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا إحدى المستمعات لم تذكر اسمها ولم ترمز له تقول أنا فتاة نزلت علي الدورة الشهرية في تمام الحادية عشرة من عمري لكني لم أصم رمضان إلا في الخامسة عشرة ولم أكن أعلم أنه يجب علي الصيام في مثل ذلك العمر أي عندما أبلغ الحلم لأن أهلي يقولون أنه لا يجب الصيام إلا في الخامسة عشرة لأنهم سمعوا من الناس مثل هذا فهم لا يعرفون أنه يجب علي الصوم عندما أحيط وبعد عدة سنوات مضت سمعت أنه يجب علي الصيام معثات وسؤالي من وجوه أولها ماذا يجب علي عمله أصوم أم أتفدق وإذا كان يجب علي الصيام فكم أصوم ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما وإذا كان علي الصيام والتصدق عن كل يوم فما مقدار ما أتصدق به وهل أتصدق في اليوم نفسه أم أتصدق عن الشهر كله وهل يفتح التصدق على غير المسلمين تقول الجيخ في أول سؤالها ماذا يجب علي هذا الذي ذكرته هذه الشائرة هذا خطأ كبير من أولياء البنات فإنهم يغفلون عن تنبيههن على ما يجب عليهم عند البلوغ وهذا إهمال عظيم من الأولياء وأشد من ذلك إذا قالوا لها إنه لا يجب عليك شيء إلا عند الخامسة عشرة إن هذا من أكبر الغلط بل يجب على الصغير أوامر الدين إلى بلغ في أي علامة من علامات البلوغ آخرها ملوغ خمسة عشرة سنة وإلا فقد يبلغ قبل ذلك حصول الحيض للبن أو حصول الإنزال للذكر والأنثى أو نبات الشعب حول الفرج للذكر والأنثى كل هذه من علامات البلوغ فعلى كل حال يجب على الأولياء أن يتنبهوا نحو أولادهم عند البلوغ فيأمرهم بما يجب عليهم أما ما حصل من هذه السائلة وهي أنها مضى عليها الثلوات لم تصم بعد حصول الحيض عليها ولم تبدأ أيام إذا من سنة الخامسة عشرة كان غلط كبير عليها أن تقضي الأشفر التي تركتها وتصوم عن كل شهر ثلاثين يوما تصوم بالعدد ثلاثين يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا من فقراء المسلمين لا من الكفار من فقراء المسلمين ومقدار ما تبزى عن اليوم كيلو ونصف من الطعام المقتاد في البناء نعم